بعد أن بدأت فعالياتها الثلاثاء الماضي بمدينة الرياض تستأنف فعاليات الأيام الثقافية التركمانية بجدة بمشاركة أربعين عارضاً للبرنامج الثقافي الذي يتضمن عروضاً فلكلورية وموسيقية أقيمت في المنطقة التاريخية بجدة نحن أقدنا أيام الثقافية التركمانية في المملكة العربية السعودية في عام 2009 والآن في هذا العام مرة الثانية وبين هذا السنوات نحن وجد كثير تعييرات في مدينة الجدة إن شاء الله وكذلك أنا أريد أن أقول في السنة القادمة نحن ننتظر عقد أيام الثقافية السعودية في تركمانستان تجسد الفعالية التركمانية مستوى العلاقات التاريخية والشعبية بين المملكة وجمهورية تركمانستان الذين يجمعهما إرث ثقافي كبير وحاضرهما ينفتح على أسس ومبادئ مشتركة هدفها حماية الهوية الإسلامية والتمسك بالقيم الثقافية الأصيلة لكل منهما شعوب بسط آسيا أمضت مئات السنين خارج إطار الأمة الإسلامية فيقامة هذه الجسور للتواصل مع هذه الجمهوريات أعتقد سيكون له دور كبير جدا في تعزيز التعاون بين هذه الجمهوريات وليس فقط مع المملكة العربية السعودية ولكن مع بقية الدول الإسلامية إن شاء الله كانت هذه المحطة الأخيرة لفعاليات الثقافة التركمانية بعد انطلاقها من الرياض برعاية وزير الإعلام كما أعجب العديد من زوار الفعالية بما قدمه التركمانيون من عروض مبهرة فالتعرف على ثقافات جديدة له أهمية بالغة باعتباره عاملا للتقرب والتعارف بين الشعوب وواجبا أخلاقيا وإنسانيا وشرطا للتعاون عبد الرحمن الزهراني الإخبارية